السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الخميس 29 أهب أغسطس القمر اليوم موجود في برج السرطان استقر تماما ورح يظل حتى تمام الساعة 5 و 8 دقائق من بعد عصر يوم الغد الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لبرج الأسد القمر الآن موجود في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة حتى تمام الساعة 38 دقيقة صباحا من صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل القمر بما أنه موجود في برج السرطان معناته خلال هذا اليوم منشهر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان بسيط ومنحاول خلق جو من الأمان إلنا ولأحبانا ولأطفالنا ومن ميل للقيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى لدينا بعض الذكريات اللي ممكن تجعل البعض منها يضرف الدموع أثناء تذكر الماضي وإحنا بالفترة هاي بحاجة للمزيد من الاهتمام ومراقبة أكلنا وشربنا وخصوصا الأشخاص اللي بيعملوا دايت لأنه اليوم الشهية بتكون مفتوحة لتناول الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا الاهتمام فيما يتعلق بالعقارات شراء أو استئجار أو بيع عقار أو إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا أو لعائلتنا وقضى وقت ممتع في المنزل بالنسبة للزوايا الفلكية والحركات الفلكية اليوم طبعا أول حدث رح نتكلم عنه هو انتقال كوكب الزهرة من برج العذراء لبرج الميزان الساعة وحدة واثنين وعشرين دقيقة بعد ظهر اليوم بتوقيت جرينتش ورح يظل طبعا موجود في برج الميزان لساعة ثنتين وستة وثلاثين دقيقة فجر يوم الاثنين ثلاثة وعشرين تسعة لا ينتقل بعدها القمر لها برج العقرب بيشعروا موليد برج الميزان بقوة العاطفة اللي بتطرأ أو بيطرأ تحسن على مظهرهم أيضا المظهر الخارجي وبينجت بالهم أفراد من الجنس الآخر بيستفيد معهم في ذلك موليد الأبراج الهوائية والجوزاء الدلو والأبراج النارية اللي هم الحمل والأسد والقوس وكل شخص لما انولد كانت الزهرة موجودة عنده في برج الميزان بغض النظر شو برجه طبعا الحلقة الكاملة صارت موجودة على القناة اللي بحب أنه يستفيد أكثر ويعرف الإيجابية أكثر والتأثيرات الإيجابية لجميع الأبراج طبعا رح تكون موجودة هي موجودة على القناة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين الزهرة وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة ثنتين وواحد وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بتخلق جو عام من السعادة من الناحية العاطفية وأيضا بتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا بحيث أنها بتدعم وبتتحزز أكثر فأكثر وبتجلبنا نوع من أنواع السعادة العاطفية الكبيرة وبتدخل الانفعال في علاقاتنا الجنسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وسبعة وخمسين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية وهي مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعاً عندنا المعدة والكبد الصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي وغشاء الجنب وغشاء الصفاق وأيضاً الجهاز اللينفاوي وعدم الصدر هذه الأعضاء الأكثر حساسية خلال هذا اليوم باقي أعضاء الجسم طبعاً ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية وأيضاً اليوم انتبهوا من عمليات التكميم تكميم المعدة ما بنصح فيها طبعاً إلا إذا كانت طبعاً ما في مجال لتأجيلها مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن زي ما حكينا أنه لما يتعلق بالمعدة ما بننصح فيه يصلح لزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بما أنه القمر موجود في برج السرطان كله المسار القادم اللي رح يكون يوم الغد الجمعة يبي يبدأ الساعة ثلاثة وأربعة وعشرين دقيقة عصراً بتوقيت جرانتش هو يبي ينتهي الساعة خمسة وثمان دقائق بعد العصر بتوقيت جرانتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال عمره خمسة وعشرين يوم الآن الساعة حداش وأربعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرانتش بنبدأ باليوم الستة وعشرين نسبة الإضاءة ستة عشر بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22.9 طبعا سعيد الآن بنسبة 30% ساعات الصباح سعيدة بنسبة 15% ساعات العصر منتحس بنسبة 10% في ساعات المساء المتأخرة سعيد بنسبة 10% القمر في السرطان حتى يوم 38 سعيد بنسبة 45% عطارد في الأسد حتى يوم 9.9 سعيد بنسبة 15% الزهرة في العذراء ورح تنتقل للميزان ورح تضل في الميزان ليوم 23.9 منتحس بنسبة 15% المريخ في الجوزاء حتى يوم 4.9 سعيد بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% وزحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15.11 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثور حتى يوم 1.9 سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 7.12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الدولو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا اليوم بتنهمكوا في أمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهمش أنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أي شخص وخصوصا أفراد العائلة وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن بدكوا تحذروا التصرف العدائي ومدخال في القوانين والإرشادات ممكن بعضكم يعاني من الإرهاق النفسي أو تسمعوا عتاب أو لوم بسبب إهمالكم أو كلام جارح برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا بتنشطوا اليوم في السفر والاتصالات والتنقلات والحوارات ولكن بدكوا تكونوا أكثر صبرا على الطرقات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لا اجتياز امتحان عبر عن رأيك ولكن بهدوء ودون إثارة العدوات والتحفظات وما تترك مجال الغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة واليوم ما رح تهدأ وتيرتك برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو ممكن يحصلوا على هدية أهم شيء نتخففوا من النفقات ممكن تناقشوا موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصلوا على التسوي اللي بتحلموا فيها وبتفتح أمامكم أبواب للحوار والنقاش البناء برر مواقفك ووضح وجهة نظرك من أي سوء تفاهم برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان أنتم مشحنون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم شيء أنه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم بترتفع المعنويات والأجواب تصير واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة وبيحمل لك هذا اليوم تقدم وأخبار جديدة بتعيد النشاط لحياتك اليومية ويعتبر من أجمل أيام الشهر برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا بيسيطر التعب عليكم لأن القمر موجود في بيت المتاعب أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسار أو الفشل أو التعب الصحي خلال هذا اليوم طبعا بدك تصبر لغاية عصر الغد لتتحسن الأمور عندك فاليوم تفشل أعمالك في حصد النجاح المطلوب وبتخيب أعمالك لتأجيل أو لإلغاء في اللحظات الأخيرة برج العذراء بالنسبة لمواليد برج العذراء طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة لكن بتكون تتجنبوا انتقاد أي شخص بناسبكم اليوم العمل من ضمن مجموعة من الزملاء أو الأهل وإنتوا بحاجة للتحالفات ممكن تفرحوا لتفاهم الآخرين لإلكم وتحصل على تأييد أو تشارك في ورشة عمل برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن تشعر وكأنه محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف ولا بيتعاون معك أهم مش إنك ما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح في بعض القلق والتوتر برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب تنشطه في السفر والاتصالات البعيدة ولكن برضو بتكونوا أكثر صبراً أثناء قية السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيش أجمل لحظات وأكثرها حظاً بتختفي المنافسات والعدوات وبتسهل عليك جميع تحركاتك أهم مش إنك ما تقف ساكن وتحرك لأجواء جيدة ودعم لإلك حتى على المستوى العاطفي برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس بتنهمكو في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات إلا أنه في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض اتصرف بدون تباطؤ لتصحيح الأوضاع أو لعادة بعض الأمور لنصابها وحاذر مخالفة القوانين والتعليمات ولا ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن تعالج موضوع مالي أو إداري برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاكم سواء بالعمل أو العاطفة وتعتبر هاي فترة متوترة ممكن تتورط في أزمة ما ممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين أهم شيء أنك ما توجه أي انتقاد لأي شخص برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو بيتراكم العمل لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وحاولوا إنكم ما تدخلوا في أي مواجهة مع زملائكم بالعمل وحاذروا من التراجع الصحي غير أولوياتك إذا دعت الحاجد وبرضو ما تعاند وباكر للعمل تفادي لأي تأخير في العمل برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم واليوم ممكن يقدم لك هذا اليوم فرصة مناسبة لمصالحة أو لتسوية أو لتعارف أو ارتباط نشاطاتك متنوعة أو ثقتك بنفسك عليه وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا منتاز جدا والحضوض تدعمك بشكل جيد وهي فترة إيجابية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر